تحول اليوم ذكرى رحيل الشيخ محمد صدق المنشاوي أحد أبرز كرة القرآن في العالم أجمع ومصر خاصة عن عمر الناهز 49 عاما هو أثرت نشأته وسط أسرق جرآنية عريقة من أعلام التلاوة في العالم الإسلامي أيضا في أدائه المميزة مكنه من أن يحجز مقعدا رئيسيا بين عمالقة دولة التلاوة المصرية له بصمة خاصة في التلاوة يتميز بصوت خاشع ذي مسحة من الحزن فلقب بالصوت الباكي إنه الشيخ محمد صدق المنشاوي أحد رواد التلاوة المتميزين بتلاوته المرتلة والمجودة ولد الشيخ محمد صدق المنشاوي في يناير من عام 1920 بمركز المنشاة بمحافظة سهاجة لأسرة متدينة عاشقة لجمال تلاوة القرآن الكريم حيث كان والده وجده من القراء المجيدين للشيخ المنشاوي العديد من التسجيلات في فلسطين والكويت وسوريا وليبيا وأتل القرآن الكريم في المساجد الرئيسية في العالم الإسلامي كالمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى بالقدس قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ذا عصيده ولقي قبولا حسنا لعذوبة صوته وجماله المتفرد إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة وكان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين قال عنه إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي إنه ورفاقه الأربع مصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد ومحمود علي البنة ومحمود خليل الحصري يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرس الله الأرض ومن عليها وفي مثل هذا اليوم الموافق للعشرين من شهر يونيو من عام 1969 رحل عن عالمنا صاحب الصوت الباكي محمد صديق المنشاوي تاركا وراءه إرثا كبيرا يتمتع به عشاق دولة تلاوة القرآن الكريم في أرجاء المعمورة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لبسفل لبسفل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة